أسألك يعني المشهور الطويل ده والستاشر سنة يعني لازم تدي درس للناشئين والأجياء القادمة إزاي درس تحافظ على مستوىك في خلال ستاشر عام من أنت تكون فيها كابتن منتخب مصر وماشاء الله بالمستوى اللي بتقدمه سواء معناه الزمالك أو منتخب مصر في الوقت الحالي والله الحمد لله بالألمين طبعا هو يمكن السيطة طبعا هو الالتزام والانضباط وأن يمكن العادات والتقاطة تبت عليها هي دي اللي ساعدتني كمان يمكن توفير الله سبحانه وتعالى طبعا أكيد يمكن الواحد بيكتهت والواحد طول الوقت عنده صغير وعنده عزيمة وعنده التحدي إن الواحد يوصل دايما الهدف اللي هو عايزه وكده فالواحد الحمد لله بيوصل يمكن كابتن حسن طبعا عدت مع فترة طويلة ست سنين متتالية مع بعضين أيضا كابتن حسن يعني عايف قد إيه لا طبعا لسه يمكن هقول طبعا يمكن أسعدني الحص طبعا أن أنا أشتغل مع كابتن الخطيب وكان وقت ما كان كابتن خطيب وكابتن فروجعف طبعا في المنتخب ويمكن كنت لسه وقتها في سن حوالي واحد وعشرين سنة أو 22 سنة ويمكن لقيت دعم كبير من من كابتن خطيب وكابتن فروج ويمكن على طول دخلت أساسي ولعبت أساسي على طول من السن الصغير ده خلي بالك في المئة تمانية وسببين مبورة دول أنني فيه 18 لعبت معاك 18 فيه كابتن حسن بما أنك أقدر واحد هنا في القاعدة تكلمنا عن أحمد حسن أحمد حسن الإبن وأحمد حسن قائد منتخب مصر وأحمد حسن الإنسان المكافح اللي جاي من مغاغة على أسوان على الإسماعيلي على أوروبا يعني اللي أنا أقدر أقول وكابتن وليد أحمد حسن عنده حاجة كان عاوز يحققها وهو بيقول لك وأنا صغير بتفرج على كده وبقول لأنه كده لازم أعمل كذا وكذا وكذا يعني هو مخطط لنفسه هو عاوز الهدف اللي عاوز يوصله ليه هو وصله ووصله مش بمجهود حد فينا ولا مجهود حد آخر فلكن بمجهود هو يعني هو الأكبر أي حد يشتغل معاه أنه هو دايما يبقى موجود معاه سواء في المنتخب أو في النادي فعشان كده بقول إنه هو كان عنده هدف عاوز يحققه وتمنى من ربينا أنه هو يحققه في حققه بمجهوده من غير محد يساعده وديت ميزة فيه جبيرة لأن أحمد حسن برضو ما تنساش أحمد حسن الزاكي فعارف إمتى يشتغل وإمتى ما يشتغلش وإمتى يبقى متواجد وإمتى ما يبقاش متواجد فدي ميزة جبيرة في لعب زي الكابتر أحمد حسن عايزة نروح لحضراتك بس في سؤال يعني هو حضراتك برضو أحمد حسن الكابتر حسن شا عادة بقوله هو حققه اللي هو عايزه لا أنا بقول لك إنه هو عايز يحقق أكتر من كده كمان عايز ممكن كمان بيدرب ويلعب أحمد حسن فيه غالباً ضلع مكسور هنا يا جماعة غالباً مباراة الزمالك ومع ذلك بيلعب كابتن برضو قلنا رؤيتك عن التحدي أي إنسان وليد أي إنسان مخلص في أداء عمله وعطاء ومسابر وفعلاً بيشتغل بإخلاص ربنا بيديله على قد هذا الأعمال فالنهاردة أحمد أعتقد أنه هو خد من خد اللي هو يسطحكه يسطحكه مقابل العطاء اللي هو عطاء خلال السنوات اللي فاتت فهو خدمة يسطحكه وإن شاء الله ربنا بيديله تجيله طويلة العمر أنه هو يحقق أكثر مما أخذ كابتن طباً يا جوال حاجة كمانة كابتن حسن عمل عملية الصليبي ومش أي حد يرجع من عملية الصليبي فكون إن أنت تعمل هذه العملية الخطيرة اللي بتقضي على مستقبل كتير أول من اللعيبة ثم تعود مرة أخرى بهذا المستوى الهائل سواء مع نديك الأهل الصادق أو الزمالك الحالي أو منطقب مصر لحاجة عزيمة الرجال وتحسب لي وبحييك عليها كابتن أحمد وبرفع لك القبعة عايز أسألك كابتن أحمد عايز توصل لفين؟ إيه آخر طموحك إيه؟ والله زي ما قال لي كابتن الخطير طبعاً أي حد بيحب شغله بيحب أنه هو هيبقى موجود ومتوجه أنا أنا بخلص في شغلي وبحب شغلي وبقدي عملي فعايز أوصل لإيه؟ مفيش هدف معين دايماً بيبقى عندي هدف لما بتخطى الهدف اللي أنا عايزه بابدأ أفكر في هدف جديد فيمكن طبعاً أكيد مع المنتخب أكيد نفسي طبعاً وحابب إن أنا أكمل ويمكن حابب إن أنا طول المنتخب في احتياج لي أكون موجود سواء مع نادي الزمالك نفسي الحكاية يعني نفسي طبعاً طبعاً طالما انتقلت نادي الزمالك إن أنا نحقق بطولات مع نادي الزمالك فكل دي أهدافي يعني كل وقت بتتجدد عندك الأهداف وأنا باكتهد وبعمل علي وشغلي ده أنا بستمتع بيه وبحبه لأن فعلاً أحس إن بكرة دي مش مجرد لعبة بلعبة لا ده شغل أنا بحبه وشغل باكتهد فيه فطموحاتي أتمنى إن شاء الله أن تكون كي بيها حتى بعد قلت القدم إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن أنا بوعد أحاق إن شاء الله عليك كابتن أحمد ودلوقتي نشوف المفاجأة اللي كلنا ومنتظرينها ولهنك أحمد حسن تشارت المتحدة 178 مباراة دولية وبيعاد الرقم محمد الدعيع كابتن منتخبنا القومي والصقر المصري أحمد حسن ويتوقيع من أكمل نجوم الكرة المصرية كابتن حسن تحسن والكابتن محمود الخطيب في وجود خناة ميردي سبورت لحية نتشرف بوجود نجم كبير زي كابتن خطيب وزي كابتن أحمد حسن وكابتن حسن شحاته وبنقوله إن شاء الله بالتوفيق ونشوفك تتخطى المتين مباراة دولية كابتن أحمد حسن صقر المصري وكابتن منتخبنا القومي ألف مبروك وللأمام دائما ولأن كابتن حسن هو كبير فبالتالي لازم التأدير بتاعه يبقى كبير يعني بص حظه ونصيبه أحمد حسن إنه يكون التكريم بتاعه ما شاء الله يفوق الحدود في مباراة تاريخية ما بين مصر والبرازيل وبتأشيرة من الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته أنا نفسي عايز أعرف الكابتن خطيب كتب إيه وكابتن حسن شحاته كتب إيه ودائما بالتوفيق خلي بالك يا كابتن أحمد إن أنا وكابتن أريد بعد ما يمضح نأخذ التشيرت لا يعني أنا والله بجد يمكن دي من الحاجات يمكن أن أحتفظ بيها وزي ما أنت قلت إن فعلا تنين زقيمة كبيرة طبعا الكابتن حسن وكابتن خطيب ده أنا يعني شيء هيسعدني يعني إن هم طبعا يوقعولي في مبادئة أخياء زي دي وإن كابتن حسن وكابتن خطيب ما بعض ده شيء يسعدني طبعا على ما أنت عارف إنه مبادئة كابتن سعود مع الشر المايكات لكن أحمد حسن كابتن منتخب مصر ونجم النجوم بيتوج إن شاء الله بإذن الله دلوقتي بيعاد الرقم الحارس العملاء كبير محمد الدعيع كابتن من المنتخب السعودي وحارس المرمى وأنف ألف 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 مليون مهروف أحمد إن شاء الله بالتوفيق يا كابتن أحمد نشوفك للأمام دائما وفي أحسن صحة وأسعد حال ويكفي إن العالم دلوقتي بيقول عميد لعب العالم اللاعب الدولي المصري أحمد حسن ساعدنا بهذا اللقاء ونرجو إنكم قد أسعدناكم